السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على الوحدة الثانية التكاملات المتعددة التكامل السنئي للدالة FXY هي على منطقة معينة A تكتب بالشكل ده لو كانت الدالة FXY أكبر من أو يسوي الصف فإن الحجم المجسم تحت الدالة FXY نكتبه بالشكل ده بعد الخصائص التكامل السنئي على المنطقة اللي سابت في الدالة يسوي السابت في التكامل تكامل مجموعة دالتين يسوي مجموعة التكاملين أو الفاق بينهم إذا كانت منطقة التكامل المنطقة A مقسمة إلى منطقتين فإن التكامل على المنطقة الكلية يسوي مجموعة التكاملين التكامل على المنطقة الأولى زياد التكامل على المنطقة التانية طبعا إذا كان الـ . فإن هذا التكامل يكون أكبر من 0.0 إذا كان الدل' f أكبر من الدل' j أكبر من السواء الدل' j فإن الدل' الأول أكبر من الدل' الثاني عند أربع حالات للتكامل الحالة الأولى إذا كانت إذا كانت حدود التكامل معطاها سابتة بالشكل ده A B C D عشان نحسب التكامل بنحسب التكامل الدخل الأول ونشوف قلمته أكنه تكامل واحد وحكايا نحسب التكامل الثاني نفس الكلام هنا بالنسبة للX وحكايا نحسب التكامل بالنسبة للY نشوف مسألة زي كده أوجد قيمة التكاملات التالية بالضبط كده نحسب التكامل ده اللي جوه الأول ونشوف قيمته هنكمل هنا بالنسبة للY إذا X يعتبر سابت يساوي تكامل 2XY زائد 6X تربية تكامل Y تربية على 2 وحكايا نحسب التكامل من ناقص 1 إلى 2 نعوض بالحد اللي هو 2 بحكايا نعوض عن كل Y بواحد أو ناقص 1 أصدي ونشوف القيمة هي بتكامل ده بالنسبة للX فقط نعوض بحدود التكامل تكامل وهنا 3X تربية وهنا 3X تكعيب ونعوض بحدود التكامل ده القيمة ده نشوف مثال ثاني نفس المثال بس هنبدأ التكامل بالنسبة للX الأول وحكايا نكامل بالنسبة للY هنا تكامل بالنسبة للX هي 2X تربية على 2 زائد 6X تكعيب على 3 في الي بنعوض بحدود التكامل بشكل حد العلوي هنا الحد 1 هي بتكامل كله بالنسبة للY نكامل بالنسبة للY هي دينا نفس النتيجة الحالة الثانية إذا كانت حدود التكامل معطاة والداخلية منها قيم متغيرة نفس الكلام هنكامل بالنسبة للY وبالشكل ده والنتيجة هنكاملها بالنسبة للX وحكايا نكاملها بالنسبة للY نشوف مثال وقت قيمة التكامل الثاني نكامل هنا بالنسبة للY اللحظ إن حدود التكامل هنا متغيرة أو دالة في X التكامل ده بالنسبة للY يبقى X تكعيب Y والتكامل هنا يبقى Y تربية تربية ونعود بحدود التكامل اهان نتجريyn الطبية حدر التكامل نتجريا حدر التكامل الحد العلوي نعود عن كل y هو اثنين x حدر السفلي نحن عجبه عن كل y ب x تقبيح يعود التكامل نتجريao هنا نكون 8x b على 3 نحن نقص يعود بعضرة التكامل ного الطبية نشوف مثال وجود قيمة هذا التكامل هنا هنكمل التكامل الداخلي بالنسبة لx بعد ذلك نكمل بالنسبة ل y التكامل بالنسبة ل x نكمل القوزين x تكاملها بالصين ونعوض بحدود التكامل يبقى التكامل هنا 2 Y في قيمة التكامل الداخلي سين وي تربية نعص نص نكمل بعد كده بالنسبة للواي أكدنا نكمل بالنسبة للواي ببشي كده اثنين وي سين وي تربية تكمل نعص كوزين وي تربية وتكمل الواي بنص وي تربية ونعود بحدة التكمل واحدة إلى ثلاثة تدنا هذه النتجة